يا حج محمود انت فكاهين عايز تعمل دعاية روح لمطبعة تطبع لك ورقتين توزعهم بعد صلاة الجمعة لكن احنا شركة اعلانات كبيرة اعلانات تلفزيون يعني هي الفاكهة شوعتي ملهاش نفس تطلع في التلفزيون ليه عايز تعمل اعلانات للفاكهة في التلفزيون انا بدي الناس يرجع يأكلوا الفاكهة تاني زي زمان بدي رجع للقاكة كرامتها وللحرنكة الشرفة بدي المانجة ما تنتكلش تاني لحم وتنري من بزر بدي الناس يهملوا يهملوا العصير والبودرة الماسخة اللي بقيت موجودة في كل بيت دي كيه كيه فور الحمودة في روت بياخد الفاكهة يجلجي متها ويحطها بكياس لكن الفاكهة مليحة يا ناس الفاكهة مليحة يا ناس الفاكهة مليحة يا ناس بس ليه موظم قولي يا حج محمود انت عامل ميزانية قد ايه للموضوع ده؟ انا مش هقولك خش على عيالك بالمانجة عشان هينبسطه ولا هقولك ان في سبعين طريقة لأكل المانجة هتلاقيها في الكتاب اللي بيتوزع مع الكيس لان كل واحد هيكلها بطريقته انا هقولك حاجة واحدة بس كل مانجة الفاكهة مليحة الفاكهة مليحة يا ناس بتعالي من صعوبة في تأشير البرتقان بتحط خطط لتأشير البرتقان بتفشل في النهاية وبتفشل كل مرة والان اليوستفندي الفاكهة اللي بتديك مزايا البرتقان من غير عيوبه بتأشيره بسهولة مش بس كده وكمان بتعمل اشريته طبق بتحط فيه البزر اليوستفندي لانك تستحق الأفضل كل فاكهة مليحة يا ناس حابق معاكم كل قاق انا عايز اتجوز اللي انا بحبه كلي قاقا بابا انا عايز تروس الشي هسافره مع صحابه كل قاقا والان تحد للجميع وكل قاقا كل قاقا واستمتر بالحياة الفاكهة مليحة يا ناس احنا ممكن نعمل لحضرتك حاملة زي دي بالظبط وتكون مضمونة مية في المية وانا متأكد ان حاملة حضرتك هتكون احسن واقوى لو حضرتك اديتنا الاوكي خلاص اوكي حقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة